أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا بعنوان نساء ملهمات وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي وأشار المركز خلال التقرير إلى تطور عدد الدول التي تشغل بها النساء أعلى المناصب موضحا أنه في بداية عام 2023 كان هناك 15 دولة تقودها النساء وصلت تقرير مركز المعلومات الضوء على جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة في العام الحالي مشيرا إلى أنه سيكون واحدا من أكثر التحديات صغوبة منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث ستستمر تداعيات جائحة كورونا على المدى الطويل وكذلك الأزمة الأوكرانية